16 جوالة وقائدة كشفية من مختلف محافظات السلطنة شاركنا في برنامج تحدي عمان للجوالات والذي تنظمه المديرية العامة للكشافة والمرشدات بالتعاون مع مؤسسة تحدي عمان بالجبل الأخضر برنامج تحدي عمان أضافت لي القوة وإني أنا أتحدى نفسي في الصعاب لأن ما شاء الله مشينا مسار ما يقارب 11 كيلو متر في أول يوم فكان تحدي لنفسنا أنشطة وفعاليات متنوعة شهدها البرنامج تنوعت بين المهارات الحياتية وحلقات العمل والتي وجدت تفاعلا كبيرا واستفادة من المشاركات لا سيما الباحثات عن العمل من خلال المساحة التدريبية لبعض المهارات الوظيفية وطرق إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الورش اللي خضيناها مثل المشاريع الخاصة أو مشاريع الحكومية أو إذا كان مشروع نفتح بنفسنا بصراحة أنا عندي مشروع خاص يعني مشروع أي وستفدت فيه كيف بأن أرتبه طريقة منظمة وكيف أساعد نفسي فيه هذا الشيء يساعدني أعطونا إياه وكيف نحن نسوي الفكرة أو التخطيط لهذا المشروع التخيم ورحلات الاستكشاف والمغامرة في مختلف المواقع بالجبل الأخضر أعطت بعدا ترويجيا وسياحيا للمشاركات فالجبل الأخضر بطبيعته الخلابة وجوه المعتدل موقع مميز لمثل هذه المخيمات المخيمات الكشفية مضمار لتوجيه الطاقات الحيوية للشباب وبناء قدراتهم بما يعينهم في تنمية ذواتهم وخدمة مجتمعهم من نيابة الجبل الأخضر علي بن جمع الريامي ولاية نزوة